تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد لنبارك الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهنه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تسكية سموه ولي للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وقد شكر سمو للعهد الشيخ صباح خالد الحمد لنبارك الصباح حفظه الله أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الخويت الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين سائلا المولى العلي القدير أن ينعي ما عليه بدوام الصحة والعافية وعلى شعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة